بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا الأعزاء أسعد الله وأوقاتكم بكل خير طلابنا في مدارس السابلة الصف السابع طبعا أخذنا في الدروس سابقة عن همزة الوصل وهمزة القطع من الأفعال أخذنا الأفعال واليوم إن شاء الله سوف نأخذ الأسماء والحروف طلابنا سوف نبدأ بهمزة الوصل الأمثلة ورد اسمي واسمان آخران طيب استحب الرجل ابنه وابنته اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب مال امرأ القيس من الشعراء الجاهليين كم من امرأة سمت بعلمها طلابنا همزة الوصل مثل ما نعرف أن همزة الوصل تكتب من دون الهمزة يعني تكتب بهذا الشكل همزة الوصل نعم وهمزة القطع تكتب بهذا الشكل الآن طلاب مثلا لدينا أسماء يجب علينا حفظها هذه الأسماء هي همزة تكون الأسماء فيها همزة وصل وباقي الأسماء كلها تكون ماذا؟ همزة قطع ورد اسمي لاحظ اسم هل يوجد همزة هل هي همزة وصل أم قطع؟ نعم هي همزة همزة وصل أحسنتم اسمان نقول همزة همزة وصل تمام طيب لماذا يا أستاذ لماذا همزة وصل وقطع؟ نقول لأن هذه الأسماء اسم واسمان تأتي تحفظ ودائما هذه تكون همزة وصل طيب آخران هذه مدة نقول هنا مد نعم إذن همزة الوصل أولا نحفظ اسم واسمان با استحب الرجل ابنه وابنته طيب أين همزة الوصل في هذه الجملة؟ تقول لي همزة في ابنه طيب وابنته أيضا لم نضع همزة قطع بل وضعنا همزة وصل لماذا؟ نقول هذه الأسماء طلاب هي تحفظ وهي أساسا طلابنا من الأسماء العشرة من الأسماء العشرة نحفظها طلاب حفظا على أن همزة وصل وباقي الأسماء هي همزة قطع مثلا ابنه وابنته إذن أيضا همزة وصل ابنته نقول همزة وصل طيب صار معنا أربعة أسماء نقول مثلا اسم واسمان وابنة وابن هي همزة وصل الآن سوف نتعرف على الخامسة نقول اثنان دائما طلاب يخطأ أكثر الطلاب ويكتب اثنان بهذا الشكل يعني يضع لها همزة اثنان هذا الحكي مرفوض وهذا الكلام غلط طلاب من الأعزاء اثنان تكتب من دون همزة لأنها همزة وصل ولأنها من الأسماء العشرة إذن نقول همزة وصل إذن نحفظها طلاب العزاء إذن اسم واسمان وابن وابنة واثنان وأيضا نقول اثنتان اثنتان إذا كتبناها بهذا الشكل تكتب اثنتان لا نضع الهمزة نقول لأنها همزة وصل إذن اثنتان أيضا همزة وصل المطلوب منك طالب هو الحفظ حفظ الأسماء التي تأتي همزة وصل وسوى تلك الأسماء هي همزة قطع نحن نحفظ القليل ونترك الكثير ومثلا لدينا مثلا عشرة أسماء في اللغة العربية هذه الأسماء همزة وصل نحفظها ونترك باقي الأسماء والحروف هي همزة قطع يعني درسنا درس بسيط ما عليك سوى الحفظ حفظ الأسماء نعم امرؤ القيس من الشعراء الجاهلين دائما نقول امرؤ القيس مثلا امرؤ أيضا من هذه الأسماء التي يجب عليك أيها الطالب حفظها نقول مثلا امرؤ القيس ماذا همزة وصل أيضا لأنها من الأسماء العشرة أيضا امرأة نقول مثلا كم من امرأة كثير من الطلاب يكتبوا امرأة بهذا الشكل وهذا الكلام خطأ طلابنا الأعزاء امرأة تكتب دون هذه الهمزة تكتب همزة وصل نقول لماذا؟ لأنها من الأسماء العشرة طلابنا الأعزاء بعض الطلاب يقول استاذي سبعة أسماء لماذا من أسماء العشرة نقول هناك ثلاثة أسماء لا توجد في منهاجكم طلابنا العزاء وهنا مثلا اسم ابن وابنة واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة وأيمن الله وأيمن الله وأبنهم إذن أيم الله وأيمن الله وأبنهم هي من أسماء يعني كانت في العصر الجاهلي تستخدم وفي الشعر الجاهلي ليست موجدة بالمنهاج عليك أن تحفظ همزة الوصل إذن هذا فيما يتعلق بهمزة الوصل لاحظ همزة القطع همزة القطع طلابنا العزاء سهلة جدا نحن إذا حفظنا همزة الوصل يبقى سهل مثلا أحمد أحمد هي ليست من الأسماء العشرة فنقول كتبت بهذا الشكل بهذه الهمزة ونقول هذه همزة قطع إياد لاحظ أيضا همزة قطع لماذا لأنها لا تكون ليست هي من أسماء العشرة التي ذكرناها أنت إذن أيضا همزة قطع أنتم همزة قطع طيب أمامه أيضا همزة قطع يعني درسنا الطلاب هو درس سهل وبسيط درس يحتاج فقط بعض الحفظ للأسماء وما سوى ذلك هي قطع هذا درسنا لهذا اليوم دمتم برعاية الله وحفظه